السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم يا شباب مقطع جديد انداون كيفكم؟ ماذا أخباركم؟ إن شاء الله بخير قبل ما نبدأ بهذا المقطع لو مشاركين بالقناة ياريت تشتركوا بالقناة ولا تنسوا اللايك والجرس وكالعادة فيكم تكتبونا بالتعليقات أو تدخلوا على الدسكورد بالرابط الموجود في الوصف ومنساعدكم لو عندكم أي أسئلة أو أي استفسارات طبعا بهذا المقطع سأرجعكم لشابتر 2 الجزء الثالث المهمات تبعيته طبعا سنبدأ هلا بالمهمات سأتركوا لن أعمل فيهم شي بس مع أنه بدنا محمد شانون سنساعد ناخد المثال طيب نفتح الشابتر 2 القسم الثالث التعليقات التعليقات كلما تفتح شيئا جديدة سيطلع لك مهمات أنك قد تفعلها تكون قد تفعلها خلال اللعبة أو خلال المهمات التي قبلها مثلا هون لك يعني بدك تتعلم تفتح السكيلز وتتعلم على القنابل وتتعلم على الجهاز اللي بيعطي هيل وتتعلم على الباسف تبعيتك هلا بنرجيكم كيف هي تبعيت السكيل ثاني شي بدك تفعل تطوير أو تطوير لديكوي بومب للفل 3 كمان هلا بخبركم كيف ثالث شي بدك تساوي كرافت للطعم للسمك وبدك تساوي كرافت للسنارة هلا بخبركم كيف تساويها كمان وكاتش سويت فيش يوزينج في هذا الطعم المعين لازم أنت تستعمله حتى تصيد فيه هاي السمك نحنا بدنا واحدة وعندك آخر شي يوزينج فيه الأكسسوري ساعد لفل 1 يعني تروح تشتري مثلا سكوب أو أي شي يكون عندك بفل 1 طيب نبدأ من أول شي تبعيت السكيل طبعا تفوتوا على القائمة تبعيت اللعبة اللي هي نفسة اللي كنا فيها بعدين تروحوا على سكيلز من هون السكيلز عندك وعندك الديفايز وعندك الباسف بدك تساوي أبغريد للديكوي بومب لفل 3 هاي واحدة والديفايز بدك تساوي الهيلينج ديفايز والباسف بدك تختار باسف وتصير تستعمل باسف انتو عم تلعب هاي منكون خلصنا أول أول تنتين أعتقد هانا كانوا حاطين الأول تنتين بدك تساوي الاشياء هاي طبعا هاي أول واحدة تساوي للاير التاني شي بدك تساوي للافل 3 طيب المهمة اللي بعدها هلا بدنا نساوي السنارة ونساوي الطعم وبعدين بدنا نصيد السمكة بالطعم اللي قاعديننا عليه والفاير آرم بدك تساوي كرافت من الماكينة عندك لأكسسوري سكوب أو شيء وتضعوا على الإسلاح طيب خلينا هلأ لكم كيف تساوي السنارة طبعا عندما تساوي السنارة ستضغط على صورة المطرقة عندك في الشاشة بعدين بتنزل لتحت بتلاقي هذا الطعم اللي نحنا بدنا لأيلينا نصيد نستعمله وهي السنارة فيشينج رود لفاير 2 وعندك فيشينج رود لفاير 1 أنا عندي حاليا لفاير 2 بدك تساوي السنارة طبعا هلأ نستعمل الطعم يلي هنين بدون إياه هذا هو أو هذا مشعرف خلين نساوي الكرافت بساوي الكرافت اعتقد هذا الطعم اللي عندي بس أنا ساوي الكرافت حسنا نستعمل الطعم اللي أنيننا عليه بعدين نرمي السنارة في الماء حتى نطلع السمكة اللي بدون إياها أنا في عندي أوبشنز أوتوماتيك إنه يصير لحاله يرمي ويسحب السمكة أعتقد مش هي السمكة اللي أنيننا عليها بدك تضلع متصيد لحتى تطلع لك السمكة اللي بدون إياها اسم السمكة اسم السمكة السمكة سويت فيش نساوي الأطراق عشان لما تخلص يكون عنا ونحن خلصناها حمد طبعا قاعد عن يتصيد به الحيوانات عنا رفع لابا الهانتينج بعدها الهلأ مصدناها يمكن أن نغير المكان وهذا هو الريفر بالريد وود أعتقد السمكة أعتقد أنها هي السمكة اللي بدون إياها دعنا نروح نشوف المهمات نروح على ستوري لا لا ليس هذه السمكة الآن صرت تقليل بالريد حسنا بعدها لم تصدناها سأحاول أن نغير المكان بالترنت الصيد يا حبي الصيد يجبنا أن نحضر الصيد من هنا هذا هو الطعام الذي يريدون إياه نتكد منه وهذا نارة لفل 2 بسم الله اشتركوا في القناة اسمها سويت فش هاي السمكة اللي بتطلعوها يا شباب لازم تضلوا تصيدوا لحطة تطلع معاكم هاي السمكة اسمي عم صيدرة ادفع المستوى تبعية الصيد عندي افتحوا ليشي جديد اممكن تسوينا انبوك لهاي اممكن تسوي انبوك لهاي اممكن تسوي انبوك لهاي انبوك لهاي احاول امشي قليلا اممكن مكان ثاني احاول امشي قليلا موسيقى موسيقى هنفتح السنارة من هون هالمرة دعنا نفتح موسيقى 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 يدينو نزلتنا وراء الدب موسيقى السمكة بيشر من اليسار بيشر من اليسار تحاولوا يا شباب لحتى تطلع لكم السمكة اللي بتكون اياها شينيز بريش نحاول نصيد بهذا المكان المفتوح ايضا 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 سأحاول المحاولة الأخيرة طلعت السمكة طلعت ما طلعت راح نكفي المقطع وان شاء الله سأرى مقطع جديد سنجرب آخر محاولة سنجرب آخر محاولة وخلاص طلعت السمكة طلعت ما طلعت ما نشوفكم بالمقطع الجاية ما يكون طلعنا السمكة وخلصنا هذا القسم من الشارتر بس هاي هي المهمة اللي بتكن تسوها يا شباب بالشابتر 2 بالسرغيبال ترينيغ بس تخلصوا هاي السمكة متما خلصتوها سوف يفتح لكم من اللي بعدها أنا هلا راح أطفي هذا المقطع وان شاء الله سوف يرى مقطع جديد بالمجموعة اللي بعدها مجموعة المهمات اللي بعدها ان شاء الله لا تنسوا الاشتراك يا شباب ان شاء الله متشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته